موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة خاصة مختلفة على جميع الحلقات اللي متعلقين بالدروس والشرح التمرين والشرح الزكزامة هذه حلقة خاصة بمسابقة المسابقة سيكون فيها ثلاثة ديال الفائزين والفائزات الجائزة الأولى عبارة على ستة ديال الكتب هذا الكتب كلهم جد مهمين لأي واحد يقراف مجال من مجالات الاقتصاد بمختلف الشعب والمدارس والمعاهد اللي متواجدين في المغرب بالنسبة لهذا المسابقة هذي الجائزة الأولى فهي تكون من ستة ديال الكتب الكتاب الأول هو Contabilité General الكتاب ديال إبراهيم عاويت فهذا الكتاب هذلك اللقاو Concept de base و Les operations current الكتاب الثاني هو طم 2 يعني Contabilité General فهي تكون كالقاو في الترافو ديال فان ديالك و لزيطة ديالك هذو بالنسبة للكتابين الجوج من بعد الكتاب تالت يدنا لزيطة ديالك كالقاو ماركوتيج و يدنا فيه لكال ديالك ديالك ديالكتاب هذا فيه لزيجرسس اللي متعلقين بلزي انترابيز ماركوتيج الكتاب الرابع هو ديالك بازي محمد لاناليزة فانسيار لفيل بلان فانسيار لزيطة ديالكتاب لاناليزة والتابلو ديالكتب ال perksتباد يقبل إن كتاب الخامس هو كونتابلتي Gaming والكتاب السادس هو في الشيطة يقبل إن професс bones قال محمد منير وارد repaired لزيطة الآن مش قيدة ديالكتب إذا هذا هوaso وبالنسبة للجائزة الثانية لدينا الكتاب اللي هو لسانس دو كنتخول دو جيستيون ديال مريم أرحو هذه بالنسبة يعني الجائزة الثانية الجائزة الثالثة غادي تكون عبارة على أجندة زائد مجموعة من الأدوات اللي كنستعملوهم في تنظيم المراجعة والتنظيم ديال الوقت إذن هدو هما ثلاثة ديال الجوائز اللي غادي يكون عندنا فهد المسابقات إذن كما شفته بأنه سواء جائزة الأولى والثانية وكذلك الثالثة ما يمكنش يستفد منهم إلا شخص اللي هو كيقراف مجال ديال الاقتصاد والمسابقة خاصة فقط بالناس اللي هما كيقراو هد المجال اللي تابع الإيقونومي أو لا الاقتصاد إذن بالنسبة لي أهم شرط من شروط المسابقة هي يكون شخص كيقرا من مجال من مجالات الاقتصاد وممكن يكون كيقرا في الباك مثلا تخصص سيانس ديالجيستيون أو لا سيانس إيقونوميك أو لا كيقرا في الف بي بي تي والتخصص ديالو مثلا هو تي اس جي او لا تي اس اف سي او لا تي سي او لا تي في او لا تي في او لا الناس ديالالكوميس وكذلك الناس اللي كيقراو في لان سي جي او لا كيقراو في الفاك ديالاليكونامي المهم الشخص يكون كيقرا في مجال من مجالات الاقتصاد وهذا الشي من أجل اللي غادي يفوز بالجائزة يستفد منها لأنه طبعا ما غاديش تكون عندها اي فائدة الى اربح شخص هاد الكتب هادو وما عندوش بهم اي علاقة وهذا بالنسبة لي اهم شرط لانه الشخص اللي غادي يربح غادي نتصل به ونسوله سؤال جيد جيد بسيط فقط نتأكد انه كيقراف مجال من مجالات الاقتصاد مثلا على سبيل المثال نسوله واش نميغوت كونت ديال الفوغني السيغ واش هو اربعة واربعين حداش ولا تسعيده تسعين تسعين ولا عشرة خمسين مثلا يعني هنا يعني الناس اللي كيقراو في المجال ديالاليكونامي يعني كيكونوا بحل هذا الامور هادو عارفينهم ولا ممكن نسوله واحد سؤال اخر مثلا الى فهد المدة هاد باقي ما قراوش لكن طب الى التيمو ممكن نسوله نقول ليه سؤال بسيط عطيني الخمسة ديال الاسماء دياللي موضيو اللي كاتقراو يعني اسئلة اللي هي جيد جيد بسيطة اللي هي امور بسيطة عند الناس اللي كيقراو الاقتصاد او التسير او الفينانسي كيستيغر المهم غادي يكونوا اسئلة جيد بسيطة من اجل نتأكد بلي هادو الكتوب غادي تمشي الوحد الشخص اللي غادي يستافد منهم اذا المسابقة هي هذه الجائزة الاولى عبارة على الستة ديال الكتوب والجائزة التانية عبارة على كتاب واحد والجائزة التالتة عبارة على اجنطة زائد مجموعة من الادوات اللي كنستعملوهم يعني نضمو بهم المراجعة ديالنا ونضمو بهم الوقت ديالنا وتحت الاففيديو غادي تلقاوا رابط اللي من خلاله تعرفوا على شروط المسابقة وكيفاش تشارك في المسابقة وتكون من بين الفائزين وطبعا الفائزين بثلاثة غادي نتصل بهم ونرسل لهم الهدية ديالهم مع احد الشركات اللي متخصصة في النقل ديال البضائع والارساليات وحد موفق للجميع وبالنسبة باش تعرفوا على الشروط ديال المسابقات غادي تلقاوا رابط تحت هذا الفيديو هذا سواء كتشوف الفيديو من الشين يوتيوب المقاول او لا كتشوف الفيديو من الموقع المقاول.com شكرا لكم وحد موفق للجميع